لم أجد مدخلا لهذه الحلقة أفضل من ربما نبذة تاريخية عن دور الفقهاء والعلماء في نهضة الأمة الإسلامية وأن كان باقتضاب منكم لو سمحتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته الآيام الدين أما بعد فإن العلماء ورثت الأنبياء وهم في هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا وإنه لا نبي بعد وبيّن أن علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل والمقصود بذلك أنهم يجددون ما دثر من أمور الدين وأنهم يصلحون ما أفسد الناس وهذه مسؤولية وتكليف وتشريف للعلماء الذين هم الموقعون عن رب العالمين وهم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبلغ رسالاته إلى الناس وقد عرف في تاريخ هذه الأمة تحمل العلماء لأعباء نهضة الأمة في كل العصور فهم يضحون بدمائهم ومالهم وعلاقاتهم كلها للوقوف مع المظلوم وللوقوف ضد الاستبداد وللسعي لإصلاح بين الناس ولجمع الكلمة على الحق وما لهم مظيفة إلا حماية البيضة وحماية هذا الوحي المنزل الذي أتمنهم الله عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتمن على وحيه المفلسين ومن اتمنهم على حماية هذا الدين فقد حملهم أمانة جسيمة فعليهم أن يكونوا كما وصف الله سبحانه وتعالى المرضيين من عبادها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولذلك ضح سلفنا الصالح من العلماء الكرام في كل أزمة شهدتها هذه الأمة فتضحيات الصحابة الكرام معروفة وكذلك التابعون من بعدهم الذين وقفوا في وجه ظلم الحجاج وغيره كالسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقبلهما أنس بن مالك رضي الله عنه وإسماعي وسليمان بن صرد رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنهما كذلك وعبد الله بن زبير رضي الله عنهما وغيرهم كثير ثم بعد ذلك في أيام الأئمة المجتهدين كالإمام مالك الذي وقف في وجه الظلم وصديقه أبو جعفر المصطور هو الخليفة لكن لم تمنعه صداقته بالخليفة وقربه منه أن يبين الحق الذي هو في رقبته فكان عندما جلد سبعين سوطا وطيف به على حمار ووجهه الخلف كان يمر على الناس في الحجيج فيقول من قد عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس ألا لا طلاق في إغلاق لا إن أيمان البيعة باطلة وكذلك الإمام أحمد نحنبل إمام أهل السنة فقد جلد وسجن وجئ به محمولا إلى الواثق وأضع في السهن مع عوتات المجرمين مدة طويلة وهو إمام أهل السنة ولم يلن ولم يخف ولم يتراجع عن قول الحق عندما تبنت الدولة مذهبا باطلا وهو القول بخلق القرآن فوقف الإمام أحمد موقفا مشرفا لهذه الأمة كلها وما زالت إلى الآن تتحدث به الأمة كلها أمثلة جيدة شيخ محمد